اهلا بكم في نشرة الرياضية ونبدأها من المملكة العربية السعودية حيث احرز منتخبنا الوطني للدرجات الهوائية اول انجازاته في منافسات البطولة العربية للدرجات الهوائية بتحقيقه المركز الثالث في سباق الفرق لدى الساعة لفئة الكبار لمسافة 72 كم بمشاركة ستة منتخبات عربية و24 دراجا حقق منتخبنا الولمبي لكرة القدم فوزا هاما عن نظيره القطري بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية لمسابقة كرة القدم بدورة للعاب الرياضية الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تحتضنها مدينة الدمان بالمملكة العربية السعودية حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري وذلك في المباراة التي وقيمت على استاد الامير محمد بن فهد سجل اهداف منتخبنا كل من محمد الحردان في الدقيقة الخميسة وستين تبعه محمد مرهوم بهدف ثاني في الدقيقة السبعين قبل ان يسجل المنتخب القطري هدفه الوحيد عن طريق مش على الشمري في الدقيقة الثالثة والسبعين ليرفع الاحمر رصيده الاربع نقاط ويقطع خطوة همة نحو الاحتفاظ باللقب الخليجي والى منافساتهم الالعاب والتي حقق خلالها منتخبنا الوطني لالعاب القوى ثلاثة ميداليات ملونة بعد منافسات صعبة والتي جرت على ملعب مدينة الامير نايف بن عبد العزيز فقد خطف الحسن العباسي ذهبية سباق عشرة الاف متر جري وحقق العدى عباس ابو بكر الميدالية الفضية والمركز الثاني لمسابقة اربعمائة متر فيما حقق عبد الرحمن خميس الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الطويل ونبقى في السعودية والى اللعاب الجماعية حيث تمكن منتخبنا الوطني لكرة اليد من احراز المركز الثاني وخطف الميدالية الفضية فيما كان المركز الاول من نصيب المنتخب السعودي بعد فوزه في جميع مبارياته بالبطولة بينما خسر منتخبنا مباراة واحدة واجع المنتخب العماني في المركز الثالث والمنتخب القطري في المركز الرابع ليخسر بذلك منتخبنا اللقب الذي حققه في دورة للعاب الرياضية الاولى والتي احتضنتها البحرين ترجمة نانسي قنقر